المبادرة الإنسانية برأيك هذا المرسوم الملكي السامي إن إصدار جلالة ملك البحرين المرسوم الملكي بالعفو عن 457 محكوما يأتي ضمن اهتمام جلالته في الظروف الإنسانية والاجتماعية إلى المواطنين وبدون شك مثل هذه العملية تأتي في مثل هذا اليوم له دلالات كبيرة على حرص جلالته ملك البحرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج الاجتماعي داخل داء البحرين فأجد إنه مثل هذه الخطوة هي تأتي بصراحة أيضا تعزيز العلاقة ما بين الحكومة والمواطن هي خطوة مباركة وتزيد بصراحة من مكانة البحرين على مستوى أقليمي وعلى مستوى دولي من مدينة بون الألمانية الأستاذ جاسم محمد باحث في الأمن الدولي والإرهاب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر